بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الثاني متوسط مادة لغتي أحباي الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتثات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس حروف الجر إذن عنوان هذا الدرس حروف الجر أحباي الطلاب والطالبات سوف نتعرف على حروف الجر إذن أحداث هذا الدرس أن يقرأ الطالب والطالبة حروف الجر من إلى عن بشكل صحيح أن يردد الطالب والطالبة حروف الجر من إلى عن بشكل صحيح أن يكتب الطالب والطالبة حروف الجر من إلى عن بشكل صحيح أحباي الطلاب والطالبات ها هي حروف الجر إذن ها هي حروف الجر من إلى عن إذن ها هي حروف الجر من إلى عن أحباي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا حروف الجر هيا نشاهد حروف الجر ها هي حروف الجر إذن حروف الجر من عن إلى من عن إلى إذن من عن إلى هيا نردد حروف الجر من عن إلى أحباي الطلاب والطالبات نكرر حروف الجر إذن هيا نقوم بتكرار حروف الجر من إلى عن من إلى عن أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات ها هي حروف الجر من إلى عن أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن ها هي حروف الجر من إلى عن أحباي الطلاب والطالبات لماذا سميت حروف الجر بهذا الاسم إذن لماذا سميت حروف الجر بهذا الاسم هيا نفكر أحسنتم سميت حروف الجر بهذا الاسم لأنها تجر الأسماء التي بعدها إذن سميت حروف الجر بهذا الاسم لأنها تجر الأسماء التي بعدها إذن لأنها تجر الأسماء التي بعدها أحباي الطلاب والطالبات هيا نتذكر حروف الجر إذن حروف الجر من من إلى عن إذن حروف الجر من إلى عن أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا لدينا هذا المثال إذن سوف نأخذ هذا المثال إذن لدينا هذا المثال لدينا هنا مثال قرأت من الكتاب قرأت من الكتاب إذن قرأت من الكتاب أين حرف الجر هنا إذن أين هو حرف الجر هنا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات لدينا في هذا النشاط من الكتاب صفحة 52 هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 52 في النشاط الأول ردد حروف الجر هيا نقوم بترديد حروف الجر من إلى عن من إلى عن من إلى عن من إلى عن أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات هيا ننتقل للنشاط الآخر إذن هنا أوجد الكرة التي تحمل الإجابة الصحيحة في هذا النشاط يا أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا كرتان إذن لدينا هنا كرتان في كل كرة يوجد حرف جر هيا نقوم بوضع الكرة في الجملة المناسبة إذن سوف نقوم بوضع حرف الجر في الجملة المناسبة إذن لدينا هنا سنذهب فراغ مدينة الألعاب أي كرة سوف نستخدم إذن أحسنتم سنذهب إلى مدينة الألعاب إذن سوف نستخدم هذه الكرة إذن سوف نستخدم هذه الكرة للإجابة على هذا الفراغ إذن سنذهب إلى مدينة الألعاب إذن سنذهب إلى مدينة الألعاب إذن سوف نقوم بكتابة حرف الجر سنذهب إلى مدينة الألعاب إذن سنذهب إلى مدينة الألعاب أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا لدينا أيضا كرتان هيا نقوم باختيار الكرة الصحيحة لدينا هنا هذه الجملة توقف هاتفي فراغ العمل توقف هاتفي فراغ العمل هيا نختار الكرة المناسبة أحسنتم عن توقف هاتفي عن العمل إذن سوف نقوم باختيار هذه الكرة إذن حرف الجر عن موجود داخل هذه الكرة إذن والآن سوف نختار إذن عن سوف نقوم بكتابة عن توقف هاتفي عن العمل توقف هاتفي عن العمل أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وأيضا لدينا هذه الكرات لدينا أيضا هنا كرتان إذن اشتريت قلمين فراغ المكتبة هيا نختار الكرة المناسبة إذن اشتريت فراغ المكتبة أحسنتم ها هي الكرة المناسبة إذن من هو حرف الجر المناسب إذن تكون الجملة اشتريت قلمين من المكتبة اشتريت قلمين من المكتبة إذن اشتريت قلمين هيا نقوم بكتابة حرف الجر اشتريت قلمين من المكتبة من المكتبة إذن من المكتبة اشتريت قلمين من المكتبة أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا في هذا النشاط لدينا هنا هذه البلونات أحبائي الطلاب والطالبات إذن لدينا هذه البلونات لدينا ثلاث بلونات في كل بالونة يوجد حرف جر هيا نختار حرف الجر المناسب سألت أبي أحسنتم عن عن إذن سألت أبي عن القصة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن ذهب المريض هيا نفكر ذهب المريض أحسنتم إلى المستشفى قطفت الفاكهة أحسنتم من المزرعة إذن تكون الجمل كالتالي سألت أبي عن القصة ذهب المريض إلى المستشفى قطفت الفاكهة من المزرعة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا أيضا في النشاط الثاني من الكتاب صفحة 52 أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا في هذا النشاط الثاني حدد حروف الجر الموجودة في الجمل بوضع خط أسفل كل حرف إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا ثلاث صور إذن لدينا هنا ثلاث صور كل صورة يوجد تحت هذه الصورة جملة سوف نقوم بتحديد حرف الجر المناسب إذن سأذهب إلى السيارة أين هو حرف الجر؟ أحسنتم إلى إذن إلى اشتريت من السوق أحسنتم من هو حرف الجر المناسب سألت عن صديقي أحسنتم ها هو حرف الجر المناسب أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر